وللمتابعة معنا هاتفياً دكتور محمود شهين مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بهية الأرصاد دكتور محمود بعد التحية أسباب موجة التقص غير المستقر بفعل خير على حضرتك الفندم وعلى كل أستاذ المشاهدين نبل فعل تتعرض دلات منخفض جوي على سطح الأرض متمركز في شرع البحر المتوسط بيتزمن مع وجود منخفض جوي آخر في طبعة الجو العليا في أجل برياح شديدة البرودة إلى سطح الأرض طبعاً هذه الرياح بمرورها على البحر المتوسط بالإضافة إلى الرياح الشمالية الغربية الموجودة وخاتبة من البحر المتوسط على سطح الأرض بيكون محملة بكميات كبيرة من الرطوبة لنظر الاختلاف والفارق بين درجات الخرارة بين سطح الأرض وطبعة الجو العليا بتنشأ حالة من عدم استقرار وتكون لصحب كثيفة في البحر المتوسط بتتقدم إلى سواحل الشمالية بحاصن النهاردة وادت إلى سقوط أمطار جزيرة بالفعل على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلسة زي البحيرة وكفر الشيخ وتساقط بعض القطارات من البرد على هذه المناطق نفقاً للتنموات الأمطارية الهيئة العامة للأمطار الجوية ثم انتبت الأمطار إلى متوسطة على باقي محافظات الواجه البحري ومن خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى بالإضافة إلى الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة اللي شهدته البلاد المعارضة مقارنة من دارح واللي خفض في درجات الحرارة العظمى إلى ست درجات بقناة من دارح وصلت العظمى الضاردة على القاهرة على سبيل المثال أربعة عشر درجة مقوية الدرجة الحرارة الآن على القاهرة كمان هي تعتبر تسع درجات مقوية ومن المتوقع أن تنخفض عن كده خلال الساعات المتأخرة من اللي والساعات الأولى من الصباح لتتراوح من سبع إلى تمام درجات مقوية نشاط الرياح اللي كان موجود معنا بيزود إحداثنا من خفاض درجة الحرارة هذا الطقس أرغي المستقر بنفس السماسة اللي ذكرتها لحضراتكم مستمر معنا بكرة برضو للأربع ومن المتوقع أن تنخفض أيضا درجة الحرارة على القاهرة إلى أقال من أربعة عشر درجة في آلم مساجدة النهاردة متوقع أن تتراوح من 11 إلى 12 درجة خلال فترات النهار مع استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء وتسقوط الأمطار المتوسطة إلى غزيرة على السماحاتنا الشمالية وما زالت فرص الأمطار على القاهرة الكبرى من خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وعلى فترات متقطعة طيب دكتور محمود كان اللافت لنظر هذا العام أن الشتاء كان دائما درجات الحرارة مرتفعة نهارا هل سيستمر هذا الانخفاض أم ستعود درجات الحرارة إلى معدلتها خصوصا أن هذه لم تكن المعدلات الطبعية في فصل الشتاء هو طبعا بالفعل زماعات ما ذكرت الشهرين أو ما يقرب من الشهرين اللي عادوا من فصل الشتاء كانت درجات الحرارة فيهم يم حول المعدلات يم أعلى من المعدلات ولكن هذه الموجة تعتبر درجات الحرارة فيها أقل من المعدلات الطبعية من المنتظر إن شاء الله مع بدايات الأسبوع القادم أن تعود درجات الحرارة إلى معدلتها مرة أخرى إن شاء الله شكرا جزيلا دكتور محمود شهين مدير مركز التحليل والتنبوات الجوية بهيئة الأرصاد شكرا جزيلا